على وقع التدهور الأمني وتصاعد العنف في العراق تعلن السلطات الأمنية عن مقتل من وصفتهم بالمجموعة الإرهابية المنفذة لهجوم منطقة الرضوانية القريبة من مطار بغداد لكن هجوم الرضوانية الذي أسفر عن مقتل أحد عشر من أفراد الأمن ومدنيين سبقه هجومان مسلحان آخران لا يقلان ضراوة في منطقتين الفرحاتية والخيلانية بمحافظتي صلاح الدين وديالا قبل نحو شهر حيث راح ضحية الهجومين العشرات من المدنيين ما بين قتيل وجريح بجانب عدد من المختطفين لم يعرف مصيرهم إلى الآن هجمات لم تعلن السلطات هوية منفذيها رغم حديث قيادة العمليات المشتركة عن تحقيق يجري لكشف منفذي المجزرتين في ظل مخاوف السكان من تسويف نتائج التحقيق لسيما أن مجزرة الفرحاتية في صلاح الدين تتهم بارتكابها ميليشيا العصائب الموالية لإيران والماسكة لملف الأمن في الفرحاتية مناصفة مع الشرطة الاتحادية نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري ضرر وقوع مجزرتين الفرحاتية والخيلانية بوجود ما وصفها بالخروقات نتيجة التقصير والأخطاء في إشارة منه إلى تعامل القوات الأمنية مع الجريمتين إلا أن مسؤولين أمنيين في صلاح الدين حذروا من مغبة تسويف نتائج التحقيق بمجزرة الفرحاتية مؤكدين أن التحقيقات الأولية كشفت عن أدلة واضحة تدين ميليشيا العصائب بارتكابها التصريحات الأخيرة للمسؤولين الحكوميين حاولت بحسب مراقبين إبعاد التهمة عن ميليشيا العصائب بارتكاب الجريمتين وتحميل تنظيم داعش مسؤوليتها كما فعلت السلطات الحكومية في مناسبات أخرى كثيرة بينما يتهم مسؤولون حكوميون وبرلمانيون حكومة الكاظمي مسؤولية تدهور الوضع الأمني مؤكدين أن التدخلات السياسية حاضرة بقوة في هذا الشأن وعلى ضوء ذلك تستمر المطالبات الشعبية بإبعاد الملف الأمني عن سلطة الأحزاب الفاسدة والميليشيات المتنفذة التي تقود حملات ممنهجة للتهجير القسري للسكان من مناطقهم في سياق إحداث تغيير ديمغرافي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات